قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أن التغذيرات والإحصاءات الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 9.9% خلال العام الماضي أشار محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفضت بنحو 23.2% وقد جاء هذا التراجع مدفوعا بشكل الأساسي بانخفاض متوسط سعر البرميل من نفط خام الكويت التصدير ليصل إلى نحو 41 دولار وخمسة سنتات للبرميل وأضاف الهاشل أن معدل التضخم مقاسم بالرغم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعا ليبلغ نحو 2.1% خلال العام الماضي مبينا أن الاقتصاد العالمي واجه عاما استثنائيا بالغ الصعوبة بسبب جائحة كورونا التي أحدثت صدمة اقتصادية وصفت بأنها الأكثر حدة مشيرا إلى أن الاقتصاد المحلي تأثر بالجائحة وبتداعيتها على الاقتصاد العالمي والإقليمي ودخول العديد من الدول في مرحلة الركود الاقتصادي الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات الطلب العالمي على النفط وانهيار أسعاره وهو من عكس بشكل مباشر أو غير مباشر على أوجه النشاط الاقتصادي بالكويت وأكد الهاشل أنه قام بتعديل تعليماته الرغابية وأدوات سياسة التحوط الكلي بتخفيف متطلبات النسب الرغابية على صعيد معايير السيولة ومعايير كفاية رأس المال ومعايير الإقراض لمساعدة البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيدا من الغروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية والعملاء المتضررين من الأزمة ومساعدة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات وأوضح المحافظ أن الحساب الجاري لميزام مدفوعات الكويت سجل فائضا رغم تداعيات الجائحة وبنحو ستة مليارات وثمانمائة مليون دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 بنخفاض غيمته ثلاثمائة وتسعين مليون وستمائة ألف دينار وبين الهاشل أن المركزي لا يزال يؤكد على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاح الشامل للاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد والمتمثلة بتنامي اختلالاته المالية العامة حيث يحتل بند المصروفات الجارية الجزء الأكبر من الإنفاق العامة فيما تعتمد الموازنة العامة للدولة إلى حد كبير على الإيرادات النفطية كذلك هيمنت الدور الحكومي على النشاط الاقتصادي ومحدودية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر